يواصل الجيش الأوكراني هجومه المضاد على القوات الروسية المتمركزة في جنوب البلاد أملاً في إخراجها وإعادة السيطرة عليها. نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقول إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عسكرية على القوات الروسية في عدة اتجاهات في وقت واحد، وحققت نجاحات تكتيكية تصل إلى مسافة كيلومترين. موضحة أن محور القتال لم يعد الشرق الأوكراني بحسب، بل في الجنوب وتحديداً في اتجاه مدينتي بيرديانيسك وماريوبولا الساحليتين. وتكمن أهمية مدينة ماريوبولا التي تطل على ساحل بحر أزوف بالنسبة لروسيا في تأمين ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة تومباس التي لم تسيطر عليها روسيا بشكل كامل بعض. وفي السياق الحدث نفسه يؤكد قائد القوات البرية الأوكرانية أن الجيش الأوكراني يتقدم في الجنوب، لكنه لم يدلي بمعلومات عن طبيعة هذا التقدم في الجنوب، الذي يضم أيضاً خيرس وزابروجيا. وفي شرق أوكرانيا تحاول القوات الروسية تردى القوات الأوكرانية من مواقعها في ضواحي باخموت، بدورها تسعى القوات الأوكرانية لإخراج القوات الروسية من مدينة باخموت التي سيطرت عليها موسكو الشهر الماضي بعد قتال دار استمر عدة أشهر. وبحسب مصادر عسكرية أوكرانية فإن كييف استعدت السيطرة على نحو 100 كم مربع من أراضيها في حوالي أسبوع منذ بدء هجومها المضاد على القوات الروسية. في المقابل تؤكد موسكو أنها صدت كل الهجمات المضادة الأوكرانية وكبدت كييف خسائر بشرية ومدية فادحة.